موسيقى لازم تشجعني بجامد أول جبت لي أول جيتار هي.. هي أول حد بيشوفها أي حاجة أنا بعملها واتصل بيها شوفتك على الأرض قناتي مش عارفة إيه إيه اللي أنت أقولته ده طاطلت حاج برده والبيضة كان نفسه يدخل عمارة ما كانش نفسي أخش عمارة بجد؟ خالص بتعزي تعد الطول بطري الحقيقة مما جابت لي شوهنة متر الأنفاء بتطولي 3 جنيه ولا أشواجر كم؟ وبابا جاب لي في المجاري يعني لو عايزين تطفشوني من هندسة مش هتعملوا كده إحنا خمس مهانسين في البيت فالغدا بتاعنا عبارة عن خرصانة وطوب وظلتوا حاجات كده مرة مثلا كنت أنا أخي أبنى استحمى وإحنا صغارين في المهانس كنا خمس سنين مثلا بعد أنا أخي أقل معني أنا نطي ستارت في البانيوم من فوق الغسارة فأنا نطيت طبعا ده أنا اتفتحت وده وتبهدلت خالص ودم في كل حتة مرة جالنا ولد مكواجي فبيقول لي هم هنا سكنين عبدة الشقة يا فاندي ما في الشقة اللي جاملين يا فاندي جاب كرسي عندي تتو وفوق كرسي وفوق كرسي ونطم البلكونة واقع من البلكونة آه جال إيه؟ جالك ارتجاج في المخ عشان كده واقع مخ خلاسعة كنت باخد القلم واجري على الحقيقة إيه 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 أطول خط في العالم يعني على راسي فيها توتل حاجة بتاع ترباني فورس أعمار عمرها ما هتقضي إن أحنا نجيب بقىك تاني هي أمك هي ضهرك صح؟ أنا عتعرف برضو إنه هم علموني كتير دلوقتي أنا شرخت حدش قدي لا بتنزل تورنتس وأفلام عملت جروب اسمه أولادي أنت اللي عملتين حلقة حد فينا يعملوا يسميه أولادي تفيد أنت أنا أنا اللي سميته أولادي ده جروب بينزل عليه صور بنت أخوة بس ونقعد طول اليوم يقول الله ما شاء الله الله بيوتفل وكده ماما مرة فرجتني فيديو دقتين لبنت أخوية عاملة كده دخلت القوضة فجأة لقيتهم مسكين الورنيش ودهنين بعض على فكرة رامل كان طفل جميل لحد ما انتوا تريدوا تلبسوني إيه يا ماما ده؟ وليه ترنجات؟ اللي قال لقي مية وعشرين صورة منهم مية وعشرة لابس ترنجا مش سفر سفر ليه؟ قال صفر ترنجات يعني ما قال صفر ترنجات؟ لا إيه صفر ترنجات؟ هو كده؟ لا إيه هو كده؟ شعر ما بقول لها يا ماما أصن اسمها مديحة بقول لها يا ديحة أنا معرفش كسي فيه لا اسمه مراته يعني أو أمه مش فاهم ما هو ده مش كده يتخلي المجتمع متخلف لأن في نهاية الست جلوز كبيرة من المجتمع وانت عايز تهمشي وتلغيه أمي حلو لا مش قصدي ماما حلوة قصدي بس هي حلوة طبع أنا دخلت في حتة بايزة خلص ده كلمة أمي حلو أعرف ماس كتير أو نفسهم يسافروا يسيبوا البلد وما بيسافروش عشان أمهم بس إحنا ما ينفعش نبقى حاجة غير صحاب حطتني يا في الفريند زون عزيزي مروان صباح الخير الحقيقة أنا زعلانة منك قوي مبدئيا كده لأن شعرت الصبح أن ما عندكش أي إحساس بالمسئولية اتجاه نفسك غير كده هتعيش في قاع المجتمع سواء في مصر أو في غيرها كل ده عشان كنت عايزة نام شوية زيط بومرانج شوفته ده شوفته هو جاي في وشي ده صندر خشب فضي لا والطريقة يعني وأنا شايفه شايفه جاي سلو موشن بنزغ عامل لاندين عارف هاي السافي يا ماما لا من ناحتي عارفها عارف هاي باش مباربش عامل انت تمخل كده وتصور تعالي ميدي رمز ميدي رمز